أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بنجدد اللقاء والتحية في برنامج العياد على قناة الحياة وتدبيس المعدة اللي بيعتبر من العمليات اللي بتعالج السمنة الأديمة واللي ليها عواقب كتيرة غير محمودة ويمكن كمان في الأوساط الطبية يمكن مش مصرح بيها أو غير معترف بيها ده هنعرفه في فقرتنا النهاردة وده لأنها بتتم عن طريق فتح جراحي عادي جدا وتدبيس المعدة الجزئين بدباسة عادية برضو فبيبقى فيه انتكاسة بعد العملية وبيبقى فيه ممكن زيادة وزن تاني مرة تانية وبيبقى المريض بعد العملية مش عارف يأكل بالشكل الطبيعي بتاعه فبيتجه للسكريات في أغلب الأحوال فيزيد الوزن مرة تانية هل فيه إصلاح للعمليات ديت؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عن شمس ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية وحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي فيه جراحات السمنة الأس آر سي أهلا بك يا دكتور كريم أهلا بك سهلا بحضرتك تدبيس المعدة هل هو فعلا مش معترف بيه؟ هل هو قديم؟ هل هو تقليدي؟ خلاص معاتش يعني ينفع دلوقتي كلمنا عنه تدبيس المعدة دكتور في البداية اسمحيني أن أحيا حضرتك على المقدمة العلمية دي وتحياتي طبعا لفريق العمل وكل أستاذ المشاهدين الحقيقة طبعا تدبيس المعدة لا يخفى على أحد أن هي من العمليات اللي هي خلاص اتمنعت من فترة كبيرة ويمكن احنا ما بنعملاش محدش بعملها اللي في مصر هنا محدش في العالم خالص بيعمل العملات دلوقتي بقى أنها يمكن سنين وإحنا لما بنحضر مؤتمرات ويبقوا عندهم حالة صعبة يعني لو جات لهم عملية تدبيس المعدة فيها مشكلة لو عايزين صلحوها بيبقوا محترين هو إيه دي يعني لأنها مش مكتوبة يعني مش موجودة ما حدش بعملها خلاص عافي عليها الزمن بقى لها فترة كبيرة ويمكن طلع تطور منها بالمنزار دلوقتي اسمها عملية الفراشة يعني برضو هي تدبيس للمريض وتدبيس للمعدة فالحياة طبعا عملية تدبيس المعدة حدش يعملها بقى يعني خلاص يعني فيه عملية كده بقى المفروض أن احنا كلنا يعني ما حدش يعملها وحيمكن حتى للدكاترة احنا ما حدش ينصح بيها بقى خلاص والدكاترة يمكن للمبتدئين كمان احنا بننصحهم إيه بعد بقى عن الحاجات بقى القديمة خلاص سم يقولك ليه؟ ليه أبعد؟ لم يتوافق عليها دولياً هي حاجة لوكل تماماً حاجة مضرة تماماً بتستبدل لعنة السمنة بلعنة الترجيع طبعا تدبيس المعدة بيتم تدبيس المعدة وبينقسم المعدة الجوزئين يعني المعدة بتقسم الجوزئين ما بينهم فتحة قد لتعادة لنص سنطي ويحصل منها تلايف جامد جداً الشبكة اللي هي بتاعة الفتوآن دي اللي بتتحطى على جدار البطن لما يبقى فيه فتاق هي شبكة بورلين بتعمل تلايفات عنيفة جداً ما بين المعدة وبين الكبد والوصلة ما بينهم أو الفتحة ما بين المعدتين اللي استومق بتبقى ديائق جداً وبالتالي المريض ما بشوفش يوم راحة يعني بتلاقيه طبعا طول الوقت أي أكل صلب بيبقى فيه صعوبة جامدة جدا يعني الناس تقود تخبط له على ظهره بقى عشان يبتدي يعدل ده على طول يا دكتور ولا بعد العملية بس هذا هو ده تشريحي يعني هو ده تشريح بمعنى أن أنا عملت انسداد خلاص يعني هي عملية انسدادية خلاص هي بقى المعدة مسدودة أي حاجة فيها ألياف أي حاجة فيها حاجات صلبة طبعا بيبقى صعوبة اللحوم والخضار والفواكه والحاجات بتبقى صعبة ويمكن حاجة قلت حاجة يعني مفيدة جدا أن الناس بتتعلم حاجة تانية ما هو عايز طاقة هو إنسان في حياته محتاج يشتغل ومحتاج يتحرك يعمل نشاط يومي ما عندهش مصدر للطاقة دلوقتي كل الحاجات في صلبة أنت منعني منها مش منعني منها هو أصلا المعدة ما بتعدهاش يعني ما تلاقي المعدة ما بتعدهاش طيب الإنسان طبعا يعني عايز طاقة بقى هو بتري يدور على طرق تانية بديلة عايز سكر عايز شوكولتات عايز آيس كريم عايز كل ما هو بيدوب في البق بسهولة بيبتري يعدي من خلال الفتحة نص سنتي والحاجات احنا طبعا لما بتعمل المنزار عشان تجاهزيه لعملية تانية أو تعمل أشعة مفطعية بتستبغى صلوصية الأبعاد عشان تجاهزيه لمره تانية بتلاقي الفتحة ما بين المعدتين حوالي سنتي وأحيانا الناس بتبع عندها الفتحة بعد تلاقيات مص سنتي طب ده هيعيش ازاي وبالتالي العملية دي يمكن من 2007 منعت خالص يعني هي يجرم استخدامها ويمكن التطور بتاعها اللي هو برضو اللي هو اللي احنا عملناه في مصر يمكن اسمه الفراشة برضو نبعد عنه وفيه عمليات زي حزام المعدة حزام المعدة آه يعني بطل بقى خلاص يعني مفيش واحد في 2024 بيعمل عملية حزام معدة اللي هي ايه برضو ممكن نقولها سريعا كده حزام المعدة ان احنا بنحط حزام على المعدة تحت المريء يعني بحيث ان يبقى فيه جيب صغير ناكل فيه وده برضو فكرة انسدادية يعني انت بتاكل وانت يا جعان بتاكل وانت مسدود فبالتالي كل حاجة بتنزل بتبقى فيها صعوبة جمدة جدا آه بطل ملوش فايدة يعني تأثيره في الوزن قليل جدا جسم غريب فطبعا يعني انا شايف ان العملات دي المفروض ان احنا ننقع عنها وما نعملاش آه العمليات اللي هي المصرح بيها دوليا المتعرف عليها دوليا هي فقط عملية تكميم المعدة عملية تحويل مصار المعدة المصغر عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي عملية تحويل مصار الاسنى عشر رغم ان احنا بنحباش في مصر ولا في العالم العربي عموما لان بيبقى منها مشاكل الا ان العالم مصرحة وبيعملها بس يعني لازم نذكرها يعني عملية اسمها السيرس او السادي اس اللي هي واصلة ما بين بتعمل تكميم وبعد كده بنقص الاسنى عشر بعد اثنين سانتي او ثلاث سانتي وبعد كده بنعمل واصلة بقى من نهاية الامعاء نسيب تلاتة متر بس ونعمل واصلة ما بين نهاية الامعاء والاسنى عشر دي من العمليات رغم ان هي مصرح بيها اللي هن بتعمل يعني نقص تغذية عنيف نقص بروتين عنيف وهو محتاج يعني قدرة في ان احنا نجيب فيتامينات بكسرة وان احنا ناخد مكملات غذية بكتير عشان كده احنا بنهرب منها بحقيقة وبنعتمد على تحويل مصار المعدة الكلاسيكي والمصغر والتكميم كعمليات مصرح بيها دوليا رسمي طيق في بقى مقطة كمان عايزة اذكرها لان في عملية طبعا وليدة الاربع خمس سنين كنا عملنا عليها ابحث يمكن خمس سنين سنين كده اسمها الساسي الساسي او المتعرف عليها سناء التقسيم او ان هي التكميم مع التحويل دي عملية انفستيجيشنل يعني هي عملية تحت الفحص تحت الاجراء تحت التقييم يعني طبعا ما ينفعش ان احنا نسوق استخدامها ونعملها لكل الناس ما يروج له ان الاكل بيعد خلال الاثنى عشر وخلال الواصلة يعني على الناحيتين فبالتالي ما بتحتاجش الفيتامينز لم يثبت اي نوع من عمليات تحويل المصار لازم تاخد فيتامينات زيها زي العمليات التانية وعندنا مشكلة فيها معاضلة شديدة لابد للدكاترة المبتلئين ولابد للمرضى ولابد للناس المقبلة على اجراء عملية تدد اللي هي الساسي انهم يكونوا عارفين ان هي عملية تجريبية يعني هي عملية لم تقر من العالم يعني مشكل الناس بتعملها لسه لم يثبت عندنا مشكلة المعضلة فيها ان احنا مش عارفين كمية الاكل بتعدي خلال الاثنى عشر الدقيقة أو خلال بيلورس وكمية الاكل اللي بتعدي خلال الواصلة وبالتالي بعض المرضى كل الاكل معظمه بيعد خلال الواصلة ما بين المعدة والامعاء وبالتالي بتتحول إلى تحويل مصار في منتهى العنف في منتهى القصوة في منتهى يعني يؤدي إلى نقص فيتامينات عنيف وتلاقي العين مورم وراجع تعبان من كتر نقص التغذية وناس تانية هتلاقي الأكل بيعد في خلال الـ 12 كويس ويعد خلال المعدة كويس ويرجع بويترجين أو وزن زاية في المستقبل وبعضهم بيمشي كويس فما لا يمكن إثباته أو يمكن قياسه لا يمكن تطبيقه هو ده نظرة العلم أو نظرتنا التطبية العلمية للعملية فمحتاجة شوية وقت لو هتعمل عملية دي يبقى أنت عارف حاجتين أنت هتاخد ويتامين عادي خالص وأن أنت دي عملية تجربية واخد بال حضراتك وممكن تحتاج العملية في المستقبل لأنها لم يعني لسه الناس طبعا بندرس فيها فما ينفعش أن احنا نسوق استخدام عملية جديدة لسه تحت الفحص على أمل أن أنا مش أخد فيتامينات مين قال الكلام ده لم يصبت تماما أن أنت ما تحتاجش فيتامينات فدي حاجة معلومات طبعا احنا بنصححها وأنا بستغل للوقت ده الحقيقة اللي احنا ننشر المعلومات اللي هي الطبية اللي هي المفروض تتعامل وكل الناس لازم تكون عارفاها من دكاترة ومرضى وكل الناس تكون فهم ايه العملات اللي تتعامل وايه العملات اللي هي ما تتعامل طيب يا دكتور واحد جاي لك عامل تدبيس معدى أو فراشة أو حزام وشايف فيه فتح زي ما قلنا جراحي عادي فيه تدبيس وحرك قلت فيه مش عارفة يدوب صنطي أو أقل من صنطي كمال لو حصلت لايف يمكن اصلاح ده ازاي هو طبعا احنا بنصلاحه بالمنزار رغم ان هو عامل فتح جراحي قبل كده لكن المنزار دلوقتي خلاص يعني المنزار بيعمل كل حاجة اي حاجة بتعمل بالفتح الجراحي احنا الحمد لله بنعملها بالمنزار وبنعملها بالروبوت كمان يعني ماحتاج شوية تكاليب بس زيادة لكن عملية اعادة الاصلاح للتدبيس هي عملية سهلة جدا يعني مفهاش مشكلة رغم صعوبتها الجراحية اللي انا خلاص معتادة يعني بتعمل احنا دلوقتي فيه طريقين انا لو جايلي مريض هو خلاص انهك من كتر الترجيع وجايلي في نقص تغذية عنيف وتعبان جدا انت طريقك مش عملية تحول المسار انت طريقك الغاء العملية يعني عندي ارتجاع شديد وبقعد برجع اي اكل باكله وانا وبدا بشوفه بصورة يومية يعني احنا بنشوف الناس اللي عملت تدبيس المعدة راجع يعني طبعا تعبان جد منهك صحيا وتعبان فده ما تعملش بقى لتحويل ولا تعمل اي حاجة خلاص انت ارجع بقى في العملية دي الغيها وعيش حياتك سليمة كتر الترجيع باستمرار على المدى البعيد بيعمل زي نوع من اطراب حركة المريق يعني اطراب حركة المريق لا المريق اللي هو بتاعنا اللي هو بحاول يصرف الاكل في المعدة هو عباره عن بامب البامب دي هي المخرج بتاعها مسدود بقاله سنين اثنين 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 تلات عمال يرجع ما هو مسدود مش عارف يصرف الاكل وبالتالي بتلاقي حركة المريق بيحصل فيها زي والدكاترة اللي يعرفها وتلاقي حتى حركة المريق بتتأثر لو انت عملت المينومتري تلاقي الحركة بتاعت المريق النفسيا منتبقاش احسن حاجة بعد عملية التدبيس فأنا أنصح الناس اللي هي حصل لها مضعفات شديدة من عملية التببيس وعمل لها نقص تغذية إلغي العملية تماماً وده عملية سهلة بالمنزار فتحة في المعدة عن الجنبين على المعدة المستبعدة والمعدة اللي احنا بناكل فيها وتوم دخل الدباسة وفتحهم على بعض بغيار أو اتنين وخلاص أيها بس أنا عايزة خس أنا جاي عشان أخس عايزة خس بقى دي حاجة تانية أنا بقى لو الحالة التانية أن أعايزة خس بس أنا صحية كويسة يعني أنا دلوقتي ما بقاش عيان جاي منهك والألبومي بتاعه في قليل وتلاقيه عنده نقص تغذية مورم فعلاً ده ما تتقربش منه هو ده يعمل بس إلغاء للعملية أحياناً كتيرة بتلاقي عشان بس الموقف ده لازم أقوله أن التدبيس أحياناً العيان بيرجع بعد عملية التدبيس للجراح تاني مسدود ما بيعديش أكل ومعديش حاجة هم عاملوا واصلة بين المعدة والأمعاء بحيث تصرف الأكل طيب أنت عايز تعمل عملية إصلاح لازم تكون مستكشف الوضع وعارف إيه اللي حصل قبل كده فلابد وضروري وحتماً ما حدش يدخل عملية إصلاح تدبيس معدى أو فراشة أو حزام أو أي عملية تكميم أو أي عملية تحويل مصار لابد من إجراء منزار معدى تشخيصي ولابد من إجراء أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد العملية دي بقى إحنا دلوقتي أنا عايز أعمل عملية عشان أخس وعايز أأكل واشرب كويس يعني أنا دلوقتي مشكلتي أنا عايز أحل المشكلة دي بتتحل بعملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي من الدرجة الأولى وأحياناً بنعمل عملية تحويل مصار المعدة المصغر في بعض الناس اللي هم شروط جراحية عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي هي معتمدة على إن إحنا بناخد جزء سليم من التدبيس فوق مستوى الشبكة فالجزء الصغير ده إحنا بنعمل منه تحويل مصار المعدة وده الحل الأوحد لما يبقى في يمكن في 99% من الناس هو الحل الأوحد اللي احنا بنعمل به إصلاح لعملية تدبيس المعدة عشان أكل كويس وتلاقي أقدر أكل كل الحاجات الصلبة اللي أنا كنت محشور فيها أو مزدود فيها أو مش قادر أصرفها خلص هي بقى تتصرف كويس جداً لنتعمل عملية تحويل مصار زيك زي أي نوع من عملية التحويل اللي تاني عملية تحويل مصار المعدة المصغر هي تبسيط لعملية تحويل المصار الكلاسيكي عشان تبقى وصلة واحدة بدل وصلتين لكن مازال فيها نسبة أن يحصل ارتجاع مراري فإذا الناس اللي هم عندهم فاتئ في الحجاب الحاجز كبير الناس هارف أكيد اللي هم عندهم الحاجات ده عارفنا عشان يعني ده كلام طبي فبيتعامل فيهم تحويل مصار المعدة الكلاسيكي ما زاد عنهم ممكن يمكن إجراء عملية تحويل مصار المعدة المصغر طيب يا دكتور إحنا دايما لما بنتكلم عن جراحات السمنة بنقول إنه مش بس بتقضي على السمنة ده كمان ممكن بتقضي على مرض السكر صح؟ وضيق التنفس وا 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 إحنا لما بنتكلم عن تدبيس المعدة ونقول إنه بيأكل سكريات زيادة عشان يعوض إنه هو ما بيعرفش يأكل طبيعي ده كده ممكن نقول إنه تدبيس المعدة ممكن إنها تكون متلازمة مع مرض سكر ممكن يحصل بعد كده صح؟ يعني هل بالضرورة في علاقة ولا؟ هو عادة ما بيبتديش يأكل سكريات اللي بعد شوية يعني هو في الأول بيجرب نفسه مع الحاجات الصلبة هيقعد له ست شفور سنة مع الحاجات الصلبة ويقعد يرجع هو بيتعلم ويتلاقي السكر اللي عنده خاس وقل لإنه نزل في الوزن هو منزلش بسرعة صحية يعني ولا هو ده تأثير عملية ده تأثير ترجيع يعني تأثير نزول وزن بالعافية يعني أنت لازم تنزل وزنك لأنت بترجع طول اليوم وبعد شوية بيكتشف أنه هو طبعا مش قادر يأكل حاجة فبتدي يأكل سكر السكر اللي ضعه بقى قبل كده بيبتدي يزيد تاني لأنه هو طبعا ده يعني أجينس طبعا عيش إزاي وتلاقي السكر بتادي زيادة الوزن هترجع زيادة في السكر نفس الدوانة تاني نفس الوزن طب يرجع لنقطة الصفر وزي ما قلت الحقيقي هم يعني فيه المريض بياخد أسوأ حاجة في تدبيس المعدة إن وزنه بيزيد ومش عارف يأكل ياريتني بعرف يأكل وزن زياد ما بقى مستريح أنا على أقل بقى مبسوط لكن تلاقيه برضو متعزد في الأكل وحالته يعني صعبه وتلاقيه بيأكل سكريات ووزنه بيزيد يعني يخد أسوأ حاجتين في العملية لو هنتكلم بنسبة كام يا دكتور ممكن يجي لحضرتك في المركز أو في العيادة ناس عاملة تدبيس معدى وتقولك صلاحة كل الناس بتوع تدبيس المعدة أنا ما شوفتش عيان في حياتي عامل تدبيس معدى مستريح كلهم محتاجين عملات إصلاح سواء لإعادة الوزن أو سواء لأن هم متعزدين في الأكل أو سواء أن هم وصلوا لدرجة الضعف العام الشديد الخطورة يعني احنا مش عايزين نسيب نفسنا للوضع ده وقليل جدا 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 منهم اللي تعود أنه هو يأكل واجبات صغيرة ممضوقة كويس جدا ويعود يخبط على ظهره ومتعود على كده بقوله أنا خلاص مش عايز أعمل عملات تانية أنا عملت عملية تدبيس وتعذبت فيها فمش عايز أعمل حاجة ويأكل واجبات صغيرة كده يعني مضروقة في الخلاط عايش حياته بالعافية وده أولالين لكن كل الناس تقريبا أن هم محتاجين عملات إصلاح للأسف يعني لأن هي عملية ما كانتش مشكلة جرحين قد ما كانت هي كانت موجة من الجراحة زمان في بداية الألفنات كانت كبديل لتحويل المسار المعدة لأنه كان زمان بتعامل بالفتح الجراحي ويكلم الشكل كتير قبل ما يتعامل بالمنزار فكان ده هروب من عملية تحويل المسار إلى عملية تانية بتشوء البطن فيها في نص ساعة ويضرب دباسة حديد دباسة دي حديد اللي بتاع التدبيس المعدة حديد أه دباسة ميتة اللي كده وبعدين كانت عملية طبعا يقولك أنا راح أعمل عملية تدبيس راح أعمل عملية تدبيس وكان ملايين من الناس عملتها أجيد كانت رخيصة برضو صح؟ طبعا وما زالت على فكرة الناس بتعملها حتى الآن طلبا فيه أن هما يقللوا تكاليف يعني وده أسطوب طبعا لو أنت مش قادر تعمل عملية من العملية المسارحة بها دوليا ما تقربش من عملية تدبيس المعدة احنا بنشكرك يا دكتور شكرا جزيلا نوارتنا الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طبعين شمس ومدير وحدة السمنة مستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية وحصل على أعلى تصنيف جودة دولي فيه جراحات السمنة ونشكركم ونسككم مع التقرير اللي جاي كان موضوع كله أن أنا وزني كان 185 كيلو اشتريت حياتي اللي أنا فيها دلوقتي أنا دلوقتي 75 كيلو وفقدتش ومنا ألعب كله لا أنا ممكن دلوقتي لو عايز أنزل ألعب بألعب بايت عايش حياتي أنا اسمي أحمد فتحي 28 سنة عمل العملية 29 سبعة من سنة ونص 2021 كان موضوع كله أن أنا وزني كان 185 كيلو حاولت كتير في الطبيب بتاعة الرجيم العادية وما نفعتش معايا كانت بتنفع وبعضين حاجة مؤقتة واللي أنا بنزله وباجع خمس أضعاف وعادي حد ما ظهر قدامي كذا حالة تكميم منهم حالة كان زميلية عمل العملية مع دكتور كريم حياتي كلها كانت ملغبطة حياتي كانت طبعا أن أنا باكل صبح ليل طول وقت كان منذبالي أكل طول وقت كان منذبالي تعب ما فيش حاجة سما أن أنا ممكن أنزل أتماشى شوية خروجاتي على بعض أن أنا قاعد في مكان بتنقل من البيت قاعد في مكان قاعد المكان اللي فيه أرجع البيت فالموضوع ما كانش فيه حياة بالنسبالي بعد عملية التكميم قاعدت لفترة الإعداد دي ممكن تبقى أكثر فترة كانت مويحة بالنسبالي بعد أول أسبوعين في المتابعة لقيت نفسي نازل 11 كيلو كانت دي أول مفاجأة وأول حاجة كده تبسطني الناس كثيرا قاعدت تقولي لأ على العملية وهتطعب وهتعمل وصدت فيكس بتاك العملية وكل حاجة بس بالعكس أنا اشتريت نفسي بالعملية دي اشتريت حياتي اللي أنا فيها دلوقتي أنا دلوقتي 75 كيلو شايف إن أنا بعمل كل حاجة أنا عايزها مفاقتش فيه من أن ألعب كورا أنا ممكن دلوقتي لو عايز أنزل ألعب بألعب بايت عايش حياتي بايت حياتي آنية كده كويسة وعندي صغة في نفس مليون في المية وضوع السنة ده كان أكتر حاجة عنداني مشكلة إن أنا صغة موجودة بس أنت صغتك مزدور بنفسك من أنت ممكن أي حاجة تعملها أنا مش هاخد الريسك ده ومش هدخل الموضوع ده عشان أنا هترفض عشان تخين اتحطت أول حاجة في حياتك تبقى أتطخ أنا هترفض عشان تخين هترفض عشان تخين الحاجة دي مش هتحصل عشان هنطخين مش هدخل الوظيفة ده عشان هنطخين لا أنا دلوقتي كل ثقة بقدم في الشغل اللي أنا عايزه بتنقل المكان للتاني بكل سهولة دقيبا ما كنتش عايف يعني إن أنا أمشي دي أسر حاجة دلوقتي بالنسبة لي المشي يبان زيتمشى محافظة لصحيحتي الحمد لله وزي الفل موسيقى موسيقى